اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء الهيئة تقدم لكم هذا البرنامج ليكون حقيقة نافذة مفتوحة ما بين الهيئة ومؤسسات المجتمع وأفراده ساحة تفاعل نطرح فيها مختلف المواضيع الطبية والحيوية والتي تشغل بال الجميع فأطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج معنا الأستاذ عيسى سبيل وفي التنسيق لخة شواق مسعد وتحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بهية الصحة في دبي مثل ما عودناكم دائما مستمعين الكرام نأخذكم في جولة سريعة على أهم الأخبار التي طالعتنا بها الصحف ووكالات الأنباء أول خبر عندنا محمد بن راشد التميز أصبح ثقافة وقوة محركة للتطور وعاملا أساسيا لغد أفضل كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس وهيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الجهات والأفراد وفرق العمل المتميزين الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته التاسعة عشر وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على جهود فريق عمل البرنامج وهنأ سموه الفائزين من جهات وفرق عمل وأفراد واعتبر أن مسيرة التميز والإبداع التي قطعت فيها دوائر حكومة دبي شوطا كبيرا عمره تسعة عشر عاما هي مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة عموما التي تسير حكومتها على نفس الطريق وبخطة ثابتة للوصول إلى الأهداف الوطنية العلية وفي مقدمتها إسعاد الناس وتوفير أرقى الخدمات لهم في الوزرات والمؤسسات والدوار الحكومية الاتحادية والمحلية حقيقة يعني كانت بالأمس احتفالية رائعة في المركز التجاري وشهدنا يعني الفرحة من قبل مختلف موظفي حكومة دبي الفايزين يعني كانوا مبسوطين جدا لأن الشعور أنك أنت تطلع على المنصة وفي هذه الاحتفالية وتقوم بالسلام على سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأخذ هذه الصورة هذا شعور لا يوصف شعور جميل جدا الأجمل كذلك أنك أنت تكون وسط هذه الأجواء الإيجابية لدى هذه المجموعة الكبيرة من الموظفين اللي يسعون أنهم يصلون إلى التمييز إلى الرقم واحد طبعا الرقم واحد موضوع يتسع ل شخص واحد دائما أو فريق واحد دائما بس المنافسة هذه تعطيك دائما دافع أنك أنت تحاول تتميز قدر الإمكان بمختلف المجالات عموما نحن نصلط الضوء على جانب من الجوانب المميزة اللي قدمتها هيئة الصحة في هذا المجال وأيضا حيث أن الهيئة قدرت أنها تفوز بجائزة المشروع الحكومي المتميز المشترك ضمن برنامج دبيل للأداء الحكومي المتميز هذا بعد الفاصل إن شاء الله من نتطرق لهذا الموضوع ونعرفكم على هذا المشروع شو كان هو بالضبط كيف الهيئة قدرت أنها تتعاون مع جهات معينة في الخروج بمشروع استطاع أن ينال هذه الجائزة بمختلف المعايير والأشياء اللي قدمتها من خلال هذا المشروع شو هو المشروع بعرفكم عليه بعد الفاصل لكن خلونا ناخذكم بعدنا في الجولة الخاصة بالفقرة الإخبارية والتوعوية اللي موجودة عندنا من بين الدراسات والأشياء اليديدة يقولون ما أدري اللي يحبون السوشي بيستمتعون بهذا الخبر يقول لك عشر حبات سوشي مرتين في الأسبوع تحمي قلبك في ناس عارفهم يعني عندهم إدمان سوشي وفي ناس مول ما يحبون السوشي لكن يقول تقول الدراسة ينصح بتناول طبق السوشي مرتين أسبوعيا على ألا تتعدى الوجبة عشرة حبات وذلك بسبب فوائده الصحية حيث أثبتت دراسات حديثة أن تناوله يقي من أمراض كثيرة ويتكون هذا الطبق الياباني من أنواع عدة من الأسماك وتمار البحر والأشهاب البحرية بالإضافة إلى الأرز والخضار والسوشي قليل الدهون غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن لذلك يعد من الأطباق عالية القيمة الغذائية ويخفض تناول السوشي من مستوى الكوليسترول السيء ويحمي القلب كما يحد من مظاهر الشيخوخة عشان شيء يعني نادر ما تحصل شيء ياباني تطلع لمضاهر الشيخوخة تحصلهم عادي عمره ميتين ولا نبين عليه شيء لا أسأل فياك مهتم ميتين ويت بالغت المهم أثبتت دراسة حديثة من جامعة بيتسبورغ الأمريكية أن احتواء السوشي على مأكولات البحرية يزيد من نسبة الأوميغا 3 الذي بدوره يقل من تصلب الشرايين كما فادت الدراسة بأن اليابانيين أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب وذلك يعود إلى تناولهم ما يقارب 100 جرام من الأسماك يوميا مقارنة بالأمريكيين الذين يتناولون ما يعادل 13 جرام فقط من جانب آخر كشف الدراسة في جامعة أكسفورد البريطانية أن الأوميغا 3 خصوصا في سمك السالمون يحسن من نوعية النوم عند الأطفال ويساعدهم على التغلب على النوم المتقطع طيب هذا بالنسبة للأخبار أو الدراسات الغذائية من بين الدراسات الهديدة يقول في مصر يعالج لسعات النحل كيف أعلن باحثون في جامعة برازيدية أن أول مصر لمعالجة لسعات النحل سيجرب على البشر للمرة الأولى وأوضح الباحثون من جامعة بوتو كاتو في ولاية ساو باولو أنهم حصلوا على إذن من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للمراقبة الصحية لبدء التجارب وسينقل كل شخص يصاب بلسعة نحل في منطقة بوتو كاتو إلى مركز الأبحاث حيث سيتلقى المصر الذي احتاج تطويره إلى 15 سنة من الأبحاث على ما أوضح الطبيب البيطري روي سيابرا جونيور وقال روي بفضل هذه التجارب سنقيم بحلول نهاية السنة سلامة هذا المنتج ومن ثم فعاليته ومن ثم سنجربه في العديد في عدد أكبر من المدن وبعد هذه التجارب يمكننا أن نسجلها رسميا وينوي فريرا تصدير المصر إلى دول أخرى وتعالج لسعات النحل حاليا بعقاقير مضادة للالتهابات أو الحساسية والله أنا عرف ناس ولا يأثر فيهم أصلا الساعة يمكن مية نحلة ولا عادي عنده ولا تشن في شي عموما في عنا فقرة توعوية تذخيفية طيب خلونا نسمع هذه الفقرة التوعوية ونطلب بعدها فاصل ومن ثم نرجع للحديث عن المشروع اللي فازت فيه هيئة الصحة بدبي بالشراكة معه هيئة الطرق وأيضا مؤسسة نور دبي يعطيك العامة يا سلامة ولا تنسين تستعملين زيت الزيتون على الصلاة صار فيه وايد أبحاث طبية عن زيت الزيتون وفويلة والصد هو سائل من ذهب العالم يستهلك حوالي ثلاثة مليون طن من زيت الزيتون سنويا في اليونان المعدل هو 25 كيلو جرام من زيت الزيتون سنويا لكل شخص ها هيئة ما شاء الله عليهم وصحيح إنه كل 100 جرام من زيت الزيتون يعطي 885 سعرة حرارية ولكن نسبة الدهون غير المشبعة فيه وهي الدهون المفيدة تتجاوز 85% حسب الأبحاث تناول ملعقتين يوميا من زيت الزيتون يزيد مرونة الشرايين والقدرة على مقاومة الجلطات الدماغية والقلبية وهو يساعد بعد بخفض مستوى الكوليسترول في الدم وطبعا عشان يكون مفيد لازم زيت الزيتون يكون ضمن نظام أكل صحي متكامل يعني ما تطلبين بيتزا إكس لارج وتحطين عليه زيت الزيتون 7 ملاعق من زيت الزيتون يوميا تأمن 93% من حاجة أجسامكم لفيتامين إي و60% من فيتامين كي وعساكم دوم صحة وسعادة صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم حيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للآلام وعبر إذاعاتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي يعني أحيانا تعرف عيسى الواحد يقعد ورد الميكروفون لازم يحس أنه تيم سيطرة خاصة إذا كان عنده مخرج قوي الشخصية مثلك أموما فازت هيئة الصحة بدبي مستمعين الكرام بجائزة المشروع الحكومي المتميز المشترك ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عن طريق عيادة العيون المتنقلة عيادة العيون المتنقلة هذا مشروع بالشراكة مع مؤسسة نور دبي إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية وأيضا مع هيئة الطرق والمواصلات ويعد مشروع العيادة المتنقلة أحد أهم تستهدف الوصول إلى أفراد المجتمع بغرض إجراء الفحص والتشخيص والوقاية من أمراض العيون ومسببات العمى حيث يستفيد من هذا المشروع فئات كبار السن الموظفين طلبة المدارس وشرائح العمال المختلفة حول هذا الفوز وهذه الجائزة الراقية حقيقة يسعدنا أن نصديف معنا في الستوديو الدكتور لا الدكتور ما يعني اليوم إن شاء الله بتسوي الدكتور السادة أحمد السادة أحمد القضاء خبير تميز بمؤسسة نور دبي حياك الله معانا في الستوديو هذا أيضا فيه شخص خدف الكواريس حشرني يقول لي أنا ما أبغي أطلعنا بس يا أبغي أسمع البرنامج الأستاذ عمر محمد باء مسؤول مخيمات الدولية والباص صح؟ صح عمر حياك الله معانا طيب أنا بطلب منكم طلب بسيط قبل أن نبدأ اللقاء نعتمد أن شوي نقرب من عند الكاميرا من عند الكاميرا من عند المايك على أساس أن المستمعين يسمعون صوتكم الآن ببتدي معك أخي أحمد خلنا نتكلم وتعطينا نبذة عن هذا المشروع العياد المتنقلة شو هي فكرتها ومتى بدأت بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير بالبداية سيدي بالبداية أنا بحب أشكرك على هذا البرنامج الهادف والمميز الصحيح وحقيقة أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظه الله راعي التمييز والنجاح وأيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي نعم ولجميع القائمين على برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز حيث تعتبر هذه الجائزة وقود التمييز والتحسين المؤسسي المستمر نعم تفضل السيد مشروع شو هي فكرة المشروع يا سيد العزيز هو عبارة عن عيادة عيون متنقلة الهدف من المشروع هو يصال الخدمات الصحية للعيون إلى المناطق الريفية والمناطق الوعرة التي يصعب على ساكنيها الوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات جميل فكان بداية المشروع أو انطلاقة المشروع لخدمة الإمارات الشمالية على وجه التحديد نعم وكان توجه سمو الشيخ محمد بن راشد لخدمة أهالي منطقة الفجيرة بالنسبة لفكرة المشروع كيف لمعت فكرة المشروع كان في ستة كبيرة بالعمر ايجت على طبيب على الدكتورة منال تريم هي المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي والمدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية بدبي وايضا تباشر عملها كطبيبة فكانت هذه السيدة في حالة تراجع فسألتها الدكتورة انه ما هو السبب ليش انتي حالتك الصحية عم تتراجع ليش ما اجيتي على موعدك فقالت لها والله انا ما بقدر اوصل لانه ابني كان مشغول بالعمل وما قدرت اوصل لحالي فمن هون بلشت فكرة انه احنا بنا نوصل ليش نحن ما نوصل للمريض او للعميل وكمان تطبيقا لمقولة سمو الشيخ لإيصال الخدمات للناس في اماكنهم جميل انا بطلب من الكنترول بعد اذا تقدرون تتواصلون مع الدكتورة منال حاولوا مرة ومرتين لانه هي مرتبطة بالاجتماع لكن وعدتنا انه تطلع على الهوى معانا فحاولوا معاها مرة ومرتين طيب انت ذكرت ان الشرائح والفئات المستهدفة من هذا المشروع اخي احمد هي المناطق يعني ما بقول نائية لان في الامارات يعني اللهم لك الحمد ما عندنا مناطق نائية كل المناطق هي مناطق فيها خدمات وتقدم لها الخدمة التي يستحقها المواطن او المقيم على هذه الارض الطيبة لكن الاستهداف الى الامارات الشمالية عن طريق هذا الباص انا بغي اعرف الباص الان في ثلاث جهات مساهمة في هذا الباص خلنا نتكلم عن المساهمات الخاصة بهذه الجهات الثلاثة الصحيح الشراكة اللي صارت كانت بين هيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة نوردبي بالنسبة لها وبرأيي انا الشخصي كانت شراكة صراحة متميزة جدا وفعالة وناجحة بكل المقاييس كل مؤسسة قدمت اللي عليها وزيادة ولعبت دورها بالطريقة الصحيحة فمثلا الار تي اي مشكورين هم كان هم اللي اتبرعوا بالحافلة مجانة للمشروع بما يتواءم مع استراتيجيتهم في اسعاد الناس وبالنسبة لهيئة الصحة كانت كمان تدير المشروع بشكل عام وايضا تورعت بالمصاريف التشغيلية للمشروع اما بالنسبة لمؤسسة نوردبي فهي كانت المشغل الاساسي للمشروع وهي اللي كانت تضع الخطط وتتابع مؤشرات الاداء وتتأكد من سير العمليات في تنفيذ المشروع ومتابعة التقارير الدولية جميل الآن ابغي تكلم شوية عن التجهيزات اللي في الباص او في هذه الحافلة هذه التجهيزات اللي موجودة امر ممكن بما انك انت مسؤول مخيمات دولية والباص ممكن تعطيني بعض التفاصيل للباص عبارة عن شو شو اللي فيه بالضبط تشرح لي شوية بشكل عام عن عن هذا الباص السلام عليكم السلام الباص ماشاء الله يعني مجهز باجهزة دولية امر بقرر بقرر شكرا صدر يا عمر صدر يعني الحمد لله مجهزين باجهزة دولية يعني يعني كل شيء متوفر حق الفحوصات يعني بدل ما تروح الايادة للفحص العين تقدر تتفاص عيونك داخل الباص الحمد لله يعني دكتور ملال ما قصرت يعني ما شاء الله عندها خبرة يعني جهزتنا الباص بطريقة يعني عالمية يعني جميل انا بغي تكلم عن السعة اللي يستقبلها الباص في كل طلعة او في كل مشوار كم عدد البيشن اللي شوفونهم هو لا حسب الاماكن اللي نروح يعني لو رحنا الكامبس اللي هم العمال لا حسب يعني من اطنع من تسعة لينتين لا حسب يعني ممكن مية لفوق ما شاء الله يعني حسب الناس اللي موجودين اللي راح يراجعونها يعني جميل جميل يعني من تسعة لينتين هذي كم ساعة خمس ساعات خمس ساعات تشوفون امية مريض اي والله ممتاز رقم كبير انزين اخوي احمد تبغي تضيف شغلة على التجهيزات؟ نعم سيدي الكريم هو في بداية المشروع وخلال دراسة المشروع تم الاطلاع على نموذج الـ UCLA Mobile Eye Clinic العالمي فاستفدنا الصحيح من خبرة هذا النموذج وايضا كمان قامت مؤسسة نور دبي بزيارة ميدانية في مطار دبي للاطلاع على طائرة شركة أوربس ايضا للنظر والاستفادة شو في عنا احنا اجهزة طبية حديثة متطورة بتقدر تخدم بتخدمنا بمشروعنا فاحنا هلا عاملين باص ان شاء الله المشروع المشروع القادم بيصير طيارة ان شاء الله يا سيدي احنا دائما نطلع للعلانية هذه فكرة جميلة جدا انا باخد تفاصيل المشاريع المستقبلي وايضا النتائج اللي حققتوها من خلال هذا المشروع بعد ما اوقف فاصل قصير فاصل قصير مستمعينا ومن ثم نعود اليكم لاستكمال باقي فقرات برنامجنا صحة وسعادة اهلا وسهلا بكم مرة اخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في الجزء الاخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر اذاعتكم المميزة دائما اذاعة نور دبي وايضا من خلال هذا البرنامج اه نتوجه يعني بالمباركة لجميع العاملين في اه حكومة دبي المتميزين الذين حصلوا على مختلف الجوائز التي اه تم اه يعني تكريمهم بها من خلال اه اه جائزة اه الدورة التاسعة عشر لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز هيئة الصحة بدبي يعني كانت من ضمن اه المشاريع التي حازت على جائزة مشروع الحكومي المتميز المشترك اه ضمن البرنامج هو مشروع العيادة العيون المتنقلة وذلك بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة نور دبي هذه المؤسسة التي تعد احدى مبادرات محمد بن راشد العالمية طبعا من استكمل الحوار مع الاستاذ احمد القضاء خبير تميز بمؤسسة نور دبي والاستاذ عمر محمد با مسؤول المخيمات الدولية والباص او الحافلة خلنا نقول الحافلة افضل او العيادة المتنقلة اه الان اخوي احمد يعني تحدثنا عن التكاليف اللي قد يتحملها هذا المشروع انت قبل الفاصل عقيت لي قنبلت شدقت ان انتو تفكرون نسوون طائرة متنقلة زين ممكن نسوون فيها فحص عيون يعني انا هذا الشي اللي هنا مبدهش مخي بس ما في شي مستحيل هو انصال الله احنا نطمح نطمح لا لسه ما في ترتيب له اذا كان مفروض ما تعلن عيال اذا تعرف ليش لان هذه الفكرة ممكن حد ثانية اخذها ويطبقها قبلكم ان شاء الله ان شاء الله من منوصل لها المرحلة يا سيدي انا ابغي اسأل عن التكاليف اللي يتحملها المشروع يعني هل التكاليف اللي تنتقل فيها العيادة هل الخدمات هذه مجانية تقدم ولا شو هي بالضبط بالنسبة للتكلفة التقديرية كانت للمشروع في البداية كانت 2.7 مليون درهم اماراتي ولكن بسبب الشراكات الحمد لله كانت التكلفة ما تجاوزت الـ 800 ألف درهم لانه زي ما حكيت لك مثلا الباص احنا تم التبرع به من الـ RTA المصاريف التشغيلية كانت كمان من جزء منها من هيئة الصحة الأجرة الأناس اللي بطهت تشغل الباص الأطبة والصائق وإلى أخره كمان هاي مؤسسة نور دبي قامت بعمل شراكات مع مؤسسات خارجية خاصة لـ تغطية هذه التكاليف طيب النتائج اللي حققتوها من خلال هذا المشروع شو هي النتائج؟ النتائج على مدى سنتين أنا بدي أحكي لك كان في عنا يا سيد العزيز إحنا بالبداية 28 زيارة ميدانية تم من خلالهم عمل تقريبا ما يقارب الخمس تلاف فحص هذول الفحصات بما يعادل تقريبا مليون درهم إماراتي وتم أيضا توزيع ما يقارب السبعمائة نظارة طبية مجانية بما يعادل 62 ألف أو 63 ألف درهم إماراتي أيضا أخي الكريم تم فحص ما يزيد عن ألف سائق من سائقين الـ RTA وتم اكتشاف ما يقارب المئة وخمسين حالة هذول بحاجة لنظارات هذين السواقين السواقين اكتشفتوا مئة وخمسين حالة بحاجة لنظارات والله إزاكم الله خير إزاكم الله خير لأنه إذا يسوق وما يشوف بعد مشكلة صبعا عموما بالعكس أنا هذا المشروع أحس من المشاريع المميزة جدا مشروع يحمل قيم إنسانية كبيرة في طياته ومشروع يجسد حقيقة معنى الشراكة الحكومية معنى تضافر جهود المؤسسات والدوائر الحكومية لإطلاق مبادرة أو مشروع أو إنجاز أو إنجاز يقدم خدمة لهذا المجتمع وبشكل فريد ويحقق هذه النتائج الكبيرة التي ذكرتها السادة أحمد هنا يعني أبغي أسأل بعد عن الحملات اللي تطلعون فيها من خلال هذه العيادة يا ترى إذا أنا كنت كجهة أبغي أستفيد من هذه العيادة المتنقلة شو ممكن أسوي كيف ممكن أتواصل معاكم شو اللي شو آلية العمل الموجودة في المؤسسة شو المتطلبات اللي تحتاج المؤسسة من عندي يا صراحة سهلة يعني دائما نسأل الناس يزوروا موقع نوردبي دوت إي عندنا الإيميل هناك والرقم التلفون يعني يطلخون رسالة رسمية وعقب الرد عليهم يعني نحدد اليوم والتوقيت يعني كم أرقام تلفوناتكم للتواصل معاكم هو عندنا الرقم المجاني 800-633 800-633 يعني 800 لأن عمر يا جماعة الخير يتكلم ما شاء الله لغات وايد بالفرنسي كيف نقوله عمر كيف عطني الرقم بالفرنسي 800-633 صفا مارسي مارسي 800-633 ثلاثة ثلاثة هذا الرقم المجاني اللي تقدرون تتواصلون فيه مع المؤسسة أيضا للأمانة فيه هناك الكثير من الاتصالات والأسئلة تدور حول الأرقام والتواصل معكم بشكل مباشر طيب هذه كخطوة أولى أنهم يتواصلون عن طريق رسالة رسمية إلى المؤسسة عن طريق البريد الإلكتروني اللي هو شو نوردبي وهو في الموقع نوردباي دوت اييми عندنا الكونتاكت حق نوردبي ممتاز ممتاز iv كيف ممكن يتواصلون معكم؟ هو نفس الشيء يعني نفس اللي ما قلت لك من قبل سواء أفراد أو شركات البروستجور نفس الشيء يعني إيميل أو اتصال بس لازم يكون دائما إيميل رسمي جميل ومن عظم نرد عليهم وإن شاء الله نحدد الموعد وترى الباس ما شاء الله من قبل ما نفوزي يعني مشغول والحين الحمد لله أنا أتوقع عني ناس يطلبونا وايد يعني يلا نترأي الباس الثاني عيل سووكم باس الثاني زي ما قلت على الحمد ممكن طيارة ممكن طيارة بحق صح إن شاء الله إن شاء الله أنا أتمنى نحصل دكتورة منال ويخبر عليكم ويقول أن الجميع قابل سوون طيارة هالكلام سليم ولا مش سليم معانا الدكتورة منال ورحبا دكتورة أهلا وسهلا شيف حالك طيب أهلين أهلا وسهلا بكم أول شيء ألف مبروك دكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهاية الصحة بدبي المدير التنفيذي مؤسسة نور دبي دكتورة مبروكين على الجائزة اللي حصلتوها أثنين خلينا أتحدث عن فوسكم بمشروع العيادة المتنقلة بجائزة مشروع الحكومي المتميز ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز يا ترى ما الذي يعنيه لكم؟ أنا هذا السؤال ما سألته حق الشباب أثرت أني أنا ترياتي أنت وأسألت شيئا أولا أخ محمود أنا أحب أبارك لك أنت بعد ومبروك لنا كلنا هذا الفوز وعلى كل الدوائر الحكومية اللي فازت البارحة بهذا الشرف التكريم هم من قبل سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد الحمد لله يعني شفنا التميز مثل ما قلنا قبل حكومة دبي تتربى على عرش التميز ما شاء الله طبعا بالنسبة لما يعني لنا الفوز صراحة يعني لنا أنه لازم نشد الهمة زيادة يعني هذه مسؤولية كبيرة ونحن الحمد لله فزنا لكن هذه البداية هذه ليست النهاية وحين يعني يتوجب علينا أنه نحن نقدم الأكثر والمزيد ونطمح لأنه نحن نتميز أكثر بمشاريع أكبر إن شاء الله وهذا إن شاء الله اللي نحن رح نسويه ووصلنا فيه بعد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد البارحة في الحفل بكلمته وأكد عليه بعد معالي حميد الاقتامي بعد ما قابل فريق العمل بالأمش بعد الحفل ووصلنا وحطا لنا تارجت معين ووصلنا أنه نحن نقدم الأكثر والأكثر إن شاء الله جميل دكتورة الأكثر والأكثر الشباب يقولون أن نسوي طيارة متنقلة يشوف الله طيارة أنا ما أدري عنهم لكن ما في شيء مستحيل صحيح أنت في دبيا الحين والحمد لله يعني عندك أسطول كبير في الطيران وتاريخ عريق في الطيران مع طيران الإمارات وفلاي دوباي وغيرهم من شركات الطيران ويعني ما في شيء مستحيل وممكن وليش لا والله أنا أتمنى أنا هنا دكتورة بعد أتمنى أتمنى أن رجال الأعمال اللي متواجدين في دولة الإمارات اللي عليهم يعني مسؤولية اجتماعية تجاه هذا المجتمع أنه يساهمون بشكل أو بآخر يا أخي ما أعتقد أنه شغله مستحيل أنه ممكن تصير ليش يعني أنا عيبني الفكر اللي موجود عند الشباب وهذا الطموح أنه للأمانة التفكير بهذا الشكل يعطي إيحاء بأن اللي يشتغلون في هذه المؤسسة يعني ما ينظرون للمساءل أنه هناك مستحيل أو شيء مش ممكن واحد يسويه لا الأرقام اللي حققتها هذه المؤسسة عبر من بداية انطلاقها إلى اليوم يعني تتحدث عن نفسها فهذه النتائج اللي تحققت حقيقة يجب أن يتم دعمها ويجب على رجال الأعمال أنهم يدعمون مثل هذه المشاريع وخاصة المشاريع اللي بالفعل سام في رفع اسم دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية إن شاء الله هم رجال الأعمال أخي ما يكسرون لكن أي شخص يبغي يساهم أو يتبرع أو يدعم أي مشروع خيري أو مشروع يخدم المجتمع لازم يكون مقدم لدراسة صحة يعني لازم يكون يشوف ولمس من وراء الدراسة التحضير للمشروع الفوائد لازم تكون فوائد ملموسة لازم تكون نتائج ملموسة فمن يتأكد من هالشي هم ما يقصرون ما شاء الله عليهم سواء كانوا تجار أو كانوا رجال أعمال أو كانت حتى مؤسسة حكومية حابة أن هي تستثمر في العمل الخيري جميل فالتنظيم للمشاريع هو اللي وصلنا للتمييز هو اللي وصلنا لتحقيق النتائج بالنهاية أنت تبع من هالتمييز هكذا أنك توفر السعادة للمجتمع توفر السعادة للشعب كانوا محرومين من علاجهم من مرض فكيف رح توصل لهذا المستوى بالتمييز وكيف رح توصل للتمييز يعني أن يكون شغلك كله مدروس ويكون مطبق صح فمن تشتغل أنت بالطريقة السليمة الصحيحة الناس كلها بتساعدك طيب يعني أنا أنتظر الحين من الشباب عمر وأحمد يقدموا لك الدراسة حق الطائرة هذه زين على أحساس تقدمينا للرجال الأعمال على أساس يدعمونكم شو رأيت أنا ما عندي مشكلة وأنا أنتظر من كنت تشاركنا في رحلتنا الياي إن شاء الله مع نور دبي في سريلانكا والله يا دكتورة أنا يعني أتشرف وأنا أكثر من مرة بعد كنت أبغي أطلع وياكم بس إن شاء الله يا رب أحصل لي حد يقدم البرنامج عني على أساس أن أنا أزاملكم في هذه الرحلة من تبتكون الرحلة الياي إن شاء الله نطلع سبعة وعشرين إن شاء الله سبعة وعشرين الشهر هذا بنخلي لك البرنامج يقدم من سريلانكا بس حي إن شاء الله بعد زين إذا بيسولنا يا هذا تشذب بعد زين يليت والله حين ما شاء الله تدرين كم شخص قال يبغي تطوع دكتورة ويون تقريبا أهلا وسهلا المخرجة قالت أنا أبغي أي أشواء عندي قالت أنا بعد أبغي أي المنسقة وأعتقد ابنه بعد براء قلتي لي أبغي أي أنت في عيسى عيسى سبيل بعد قال بي شبك أخي ما في أجمل من أنك تستثمر وقتك وجهدك في عمل خير في عمل يخدم الإنسانية صح صح وعمل يدعم مشاريع تحمل اسم بلادك ننزل حين زينتي دكتورة قالوا لي أنت وعيسة يلسوا هنا قدموا البرنامج ونحن منسير البنات قالوا بيسيرون إياكم فيه أو فيه رحلات ياي إن شاء الله أنا أبغي أبغي أسأل دكتورة إذا إذا في ناس متطوعين يبغون يشاركون في مثل هذه الأعمال مثل هذه المخيمات كيف ممكن يتواصلون معاكم أو أن شو الشروط اللي أنتو تاخذونا في عملية استقبال مثل هذه المتطوعين إذا كانت إذا كنتو تستقبلوا متطوعين للعمل معاكم شوف نحن نستقبل متطوعين وإحنا عدنا برامج عديدة داخل الدولة وخارجها لكن كل واحد على حسب قدرته وتخصصها يعني ممكن إذا كان طبيب نخدم معنا المخيمات إذا كان موطف مش طبيب يعني مش داخل في التخصص والطبي ممكن يساعدنا في التنظيم ممكن يساعدنا في برامج داخل الدولة ممكن يساعدنا على أنهم يدلونا على ناس محتاجة بعد فنحن عدنا طريقة إلكترونية عن طريق الويب سايت مال المؤسسة يقدر الواحد يسجل في عدنا سجل كامل حق المتطوعين نحن نتواصل إياهم والسجل في أسئلة لازم يعبيها المتطوع واللي راغب بالتطوع عيانا بأن حتى حددنا الوقت المناسب لمثلا الطلاب طلاب الجامعة يكتبون لنا مثل إجازات اللي هم يقدرون يطلعون فيها فنحن ناخذ بعين الاعتبار كل هالأشياء وظروفهم وإذا حابينا أنهم يتواصلون يعني بعد عبر الهاتف عدنا اللي هو رقم نوردبي ممكن الشباب بعد يمدون كتير اللي هو 8633 الرقم هذا ممكن يتواصلون إيانا ونحن إن شاء الله نسجلهم ونتواصل إياهم اللي يقدر ممكن واللي ما يقدر ممكن نخلي حق المشاريع اللي آية جميل جدا دكتورة أبغي بس في سؤال كان يقول أن الضيفة الكريمة ذكرت أن الرجال الأعمال غير مقصرين لكن الواقع يقول غير ذلك أنت دكتورة ذكرت أن الرجال الأعمال غير مقصرين وأنا يعني أتفقي لحد كبير معاتش في عملية إن إذا تم تقديم دراسة سليمة لهم أكيد ما رح يقصرون في هذا الموضوع لكن أريد أن أتكلم الآن عن مساهمتهم منذ إنشاء نوردبي حتى اليوم كلمين عن هذه المساهمة من قبل رجال الأعمال شوف إحنا ما أقدر أذكر لك أسامي لأن في بعض الناس تحب أن نتفهم ما تبدأ ذلك لكن أنا أقدر أقول لك يعني حين مؤسسة نوردبي مؤسسة يعني شغلها كلها قائم على هذه المساهمات سواء كان من دوار حكومية سواء كان من رجال الأعمال أو من شركات أو حتى من أفراد عاديين فأنت لو تشوف حجم الإنجاز بتعرف حجم بعد المساهمة صحيح يعني نحن ما رح نقدر ننجز سواء نوردبي أو أي مؤسسة خيرية ثانية ما رح نقدر ننجز إذا ما كان فيه مساهمة من هالأفراد والله دكتور أبغي أبغي أتطرق بعد لمعرض أرت فور سايت اللي تسوونه كنوردبي هذا المعرض اللي اللوحات فيه يعني تقام عليها مزادات خيرية ومتحقق أرقام كبيرة حقيقة صحيح نستخدم الفلوس اللي ندخلها من مبيعات اللوحات اللي يتبرعون فيها الفنانين سواء كانوا إماراتين أو عالميين نستخدمها عشان نعالج فيها المحتاجين عشان نمكنهم من أنهم يستمتعون بالغض هذا الفنون جميل بضبط فيعني كان المغزى من وراء أن نحن نستخدم الفنون لعلاج المكفوفين كان عشان بعد أن نخلي أكثر ناس أكثر عدد من هالناس أنهم يستمتعون بالرؤية ولا بالنظر وشوفون جمال الطبيعة وجمال الفنون حواليهم الحمد لله أرت فورسايت قاعد ينمو سنة عن سنة قاعد نشوف يتقدم لما وصلنا الحين السنة اللي فاتت دخلنا من وراء مبيعات أرت فورسايت فوق الأربعة عشر مليون درهم أربعة عشر مليون درهم صحيح طبعا هاي كلتي من مساهمات ناس تحب تشتري اللوحات الفنية وناس حابة أن تدخل تشتري فقط لدعم المشروع الخيري طيب الحمد لله يعني سواء كانوا رجال أعمال أو كانوا ناس عاديين من المجتمع بلادنا بلاد خير بلادنا فيها ناس تحب أن تدعم العمل الخيري تحب أن تساعد الشخص آخر سواء كان داخل الدولة أو خارجها نعم الحمد لله يعني شعب الإمارات شعب عرف بالخير وبالعطاء صحيح وهذا كله نحن يعني تعلمناه من ديننا وتعلمناه من قيادتنا الرشيدة جميل دكتورة أن الوقت بدأ يداهمني خليني أرجع عند الشباب الحلوين اللي هت في الستوديو بعد كذلك فأنا بس خبيت أبارك لكم على هذا الإنجاز ونتمنى لكم التوفيق وبغيت أوصلت أن الجماعة قالوا أننا نسوي طيارة بس هذا اللي بغيت أقول لك هي إن شاء الله بنسوي طيارة بس خطر بعد مع RTA كل شيء ممكن إن شاء الله بس مو بالRTA هذه هي طيارة الإمارات إن شاء الله ما يقصرون الله يوفقكم يا رب يا دكتورة ومشكورة جدا على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك شكرا لاهتمامكم شكرا شكرا شباب أنا عندي دقيقتين عشان نختم هذا البرنامج بوزع بوزع عليكم كل واحد دقيقة فكلمة أخيرة تبون توجهونها بهذه المناسبة أي شي تبون تقولون لكم الحرية تماما أنكم تقولون تبون تقولون نبتدي معاك عمر بالعربي ومش بالفرنسي تفضل والله الحمد لله شكرا للاستدافة أستاذ محمود ونشكر RTA ودباي هاستوريتي يعني طبعا على التعاون ونبارك للجميع إن شاء الله وإن شاء الله أتمنى نفوز بأشياء أكتر يعني ونشاء الله دوري برشلون إن شاء الله لا لا مدريد إن شاء الله وتابعونا على سناب شات والإنستغرام الرحلة الجاية في سرلانكا إن شاء الله طيب تعطينا موقعكم على التواصل الاجتماعي نور دبي نور دبي نور دبي ما في أندرسكور ما في أي شيء نور دبي فالرشين اي اوكي السادة أحمد سيدي أنا أحب أيضا أشكر أبارك للجميع بنجاح الحمد لله هذا المشروع والشراكات أيضا الطيبة اللي ساعدتنا وبدي أبارك لفريق نور دبي هذا الفريق الصغير في عدد في عدد أفراده يعني ولكن الحمد لله كبير بإنجازاته نعم حيث كما تعلم مؤسسة نور دبي وصلت لغاية الآن لأكثر من 24 مليون شخص الحمد لله كمان بدي أشكر الدكتورة منال تريم اللي الحمد لله قدرت توصل الرسالة اللي حملها إياها سمو الشيخ محمد بن راشد رسالته الإنسانية ورسالته الصحية قدرت توصلها للجميع بأمانة وبإخلاص جميل جدا نحن نتحدث حقيقة عن مجهود جميل من قبل هذه المؤسسة رقام كبيرة في علاج عيون المحتاجين سواء داخل الدولة أو خارج الدولة نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما أيضا مستمعين قبل لا نختم أحب أذكركم بحملة التبرع بالدم اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي كن الأول في التبرع بالدم يعني التبرع بدمك قد يكون سبب في إنقاذ شخص في حاجة لهذا الدم فكن المتبرع الأول مركز دبي للتبرع بالدم يفتح بوابه من الساعة سابعة ونصف الساعة سبعة مساء المركز موجود في حرام مستشفى لطيفة طبعا هذه الحملة هي اللي أطلقها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو في أمريكا وإيطاليا وعدد من الدول فجاءت دبي في الشرق الأوسط كأول مدينة تطلق هذه الحملة بالتعاون مع اللاعب البرتغالي رونالدو أمر سير تبرع أكيد ريال مدريد يعني أكيد ما يخص ريال مدريد تبرع بالدم عشان رونالدو ما عشان تبقى تتبرع بالدم عموما نحن وصلنا للختامة هذه الحلقة وأنا أتمنى لكم إن شاء الله يعني يوم سعيد وحتى نلقاكم في الغد مع مواضيع جديدة نقول لكم تقبلوا تحيات مخرجتنا اللي كملت معانا البرنامج ميث بنبيات وهذه تحيات محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر